اهلا بكم مشاهدين الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الاخبارية المستمرة بشأن الحرب على قطاع غزة نسقط الضوء اليوم على استئناف الاحتلال قصفه وغاراته وعملياته البرية ضد المدنيين في غزة في اليوم السادس والخمسين للحرب والتصريحات الامريكية بالتمسك بحق الاحتلال الدفاع عن نفسه وضرورة انهاء حركة حماس في وقت تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ويصر المدنيون الفلسطينيون على رفض قرار الاحتلال بتهجيرهم مشاهدين نرحب بضيوفنا عبر سكايب من اسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا محمد مشينش وعبر سكايب من بيروت مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب من لندن مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور محمد جميل الحديث مع ضيوفنا سيبدأ بعد فاصل قصير فابقوا معا أهلا بكم من جديد ونبدأ هذه التغطية ضمن سلسلة تغطياتنا في قناة تارافدين التي نخصصها يوميا نصرة لغزة التي تعيش الحرب التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيها منذ أكثر من خمسة وخمسين يوما والبداية معك أستاذ محمد مشينش وأنت رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا يعني الأمم المتحدة تقول إن الجحيم عاد مجددا إلى غزة كيف تفسر هذا التوجه من قبل الاحتلال لإعادة القصف إلى مرحلة ما قبل الهدنة وكيف تفسر كذلك رفض كل عروض حماس لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اليوم العدو يستكمل المسلسل الإجرامي وللأسف بغطاء أمريكي شاهدنا بالأمس كان بلينكين موجود في المنطقة وقد أعطاه الضوء الأخضر لإتمام الجريمة التي بدأها يوم 7 أكتوبر للأسف الصمت الدولي وفشل المنظومة الدولية في لجم الاحتلال هي أبرز ما نشاهده اليوم من استئناف للغارات نحن حد الآن أكثر من 106 شهداء منذ بدء الاحتلال لعدوانه مرة ثانية استئنافه على أهلنا في قطاع غزة الحقيقة أن موقف الأمم المتحدة كأنها مراسل أخبار تنقل الأخبار وليس كأنها مؤسسة أممية يقع عليها مسؤولية كبيرة ومسؤولية إنسانية ومسؤولية أخلاقية وحتى القدرة على اتخاذ القرار في لجم هذا العدو خصوصاً أننا شاهدنا أن قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا العدوان معظمها كانت تؤيد حقوق الشعب الفلسطيني للأسف كان هناك المفروض أن يكون هناك تصعيد في الموقف الأممي ضد ممارسات الكيام الصيني حتى يلجبوه من أجل عدم استنباره في استهداف المدنيين بهذه الطريقة البشعة التي للأسف يشاهدها العالم اليوم بث صورة وصوت ولكن للأسف دون أن يكون هناك حراك ودون أن هناك تأثير على صانع القرار الأمريكي حتى يغير من مواقفه الداعمة لهذا الاحتلال الذي لو لا هذا الدعم الأمريكي والغربي لما استطاع أن يستمر في هذا المسلسل الإجرامي الذي يستهدف كل ما هو حي في قطاع غزة أستاذ حسان فينينشل تايمز تتحدث عن مسؤول عسكري بالاحتلال يتحدث عن انتهاء 40% من قطاع غزة ماذا يعني السيناريو الأسوأ في غزة؟ ما الأسوأ الذي لم يرتكبه الاحتلال بعد؟ الكيان الصهيوني يرغب في تهجير سكان غزة لقد طرح هذا الموضوع مع بداية إعلانه الحرب وكان الهدف هو تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء وبالتالي إقامة قطاع جديد في سيناء على أرض مساحته ألف كيلومتر مربع وهذا كان مشروعا قد تم عرضه منذ عام 2007 ولكن تم توقيفه أو تأجيله إلى حين وقت مناسب والآن يبدو أن إسرائيل وجد أن هذا هو الوقت المناسب لعيان الحرب الدموية على الشعب الفلسطيني هي الآن حرب إبادة وليست حرب مجرد تحرير رهائن أو أسرع عفوا ليس رهائن هذه الحرب الآن هي هدف هو تدمير قطاع غزة بالكامل تقريبا وتهجير الشعب الفلسطيني من خلال تدمير البنية التحتية التي يمكن من خلالها أن يستمر على الأقل في ممارسة حياة طبيعية تدمير المستشفيات والمدارس والمؤسسات هدفه إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة غزة إلى أي مكان في العالم وأقرب شيء أقرب مكان هو المكان المصري لذلك هذه الحرب الدموية الآن هدفها تغيير الواقع الجغرافي في المنطقة وإعطاء إسرائيل مساحة إضافية من أرض فلسطين التاريخية وبالتالي تحميل العالم العربي عبء الشعب الفلسطيني رعاية الشعب الفلسطيني وضبط الشعب الفلسطيني لأن الصراع يجب أن يتوقف عندما يتم وجود الشعب الفلسطيني على أراضي دول عربية مثل مصر والأردن وغيرها لذلك هذا العدوان الصهيوني الآن المتمادي هو محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في فلسطين المحتلة منذ عام 1948 وبالتالي تحميل العالم العربي هذا العبء الفلسطيني باعتبار أن هذه الأمة واحدة وبالتالي بإمكان الجميع الدول العربية أن تستوعب هذا العدد الكبير من الفلسطينيين وتم تسريب بعض المعلومات اليوم أن هناك عروض أمريكية لبعض الدول العربية وغير العربية بأن تستوعب أعداد من الفلسطينيين مقابل دعم مالي ومساعدات مالية سخية أو إلغاء بعض الديون المتراكمة على بعض الدول وخاصة دولة مصر لذلك نحن أمام مشهد جديد يتطلب صموداً تعاضداً تماسكاً وبالتالي منع تحقيق هذا السيناريو الخطير جداً الذي يستهدف الأمة بكاملها وبالتالي يصبح موضوع التطبيع مع كيان الصهيوني أمراً يجب وقفه بالكامل ويجب أن يدام وأن يتم الوقوف في وجه أي دولة عربية أو أي العربية ترغب في تطبيع سياساتها مع إسرائيل وحتى تلك الدول المطبعة يجب أن تتوقف عن تطبيعها وأن تسحب السفراء لأن الجريمة المتمادية التي تتم اليوم هي بغطاء دولي وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وتغاضي أوروبي ومواقف لينة غير مناسبة من الصين وروسيا وبالتالي الدول العربية تقف عاجزة وتعيد حساباتها رغم الجولات المكوكية التي يقوم بها وزراء الخارجية الدول العربية والإسلامية لشرح أبعاد ما يجري في غزة لشرح خطورة ما يجري في غزة ولكن مطلوب مواقف صارمة تؤكد أن مواجهة هذا الكيام أصبحت مسؤولية أمة بكاملها وليست مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده الذي يعاني من هذه الجرائم وهو أعزل شبه أعزل رغم أنه يملك بعض الإمكانيات المحدودة التي لا تغير من المعادلة العسكرية شيئا ولكن وقوف الأمة العربية مع قادتها في مواجهة هذا المشروع الصهيوني لابد أن يترك أثرا وأن يخفف من معاناة شعبنا وأن يمنع هذه الجريمة المتمادية نحصل بسؤالي إلى دكتور محمد جميل الإنسان بلندن دكتور محمد فينشال تايمز تتحدث عن مسؤول عسكري يقول أن الهجوم العسكري على جنوب غزة سيتم بالتوازي مع العمليات العسكرية في مناطق الشمال أي يقصد شمال القطاع السؤال هنا أين الضمانات التي قدمها الاحتلال لحماية المدنيين الذين نزحوا إلى الجنوب مثلا الاحتلال سيكمل ما بدأه في السابع من أكتوبر من حرب بعدها بدأها في الشمال سيكملها في الجنوب لا يمكن الارتكان إلى أي بمانات يقدمها الاحتلال وأي تصريحات أمريكية وزير خارجية أمريكا منذ اليوم الأول كما تعلمون تحدثوا الدماء تنزف والأطفال يبتلون بالمئات أن إسرائيل تقوم بحملتها بموجب القانون الدولي الإنساني أصبح القانون الدولي الإنساني بما يقدمون أنه يبيح قتل الأطفال استئداف النساء استئداف المشافي هذا الضوء الأخضر ليس فقط أمريكي إنما يجد ضوءا أخضر صلبا من دول عربية أو إسلامية بالأمس كان هاتسوء في الإمارات في خضور قمة المناخ هذا يعني أن إسرائيل مرتاحة جدا للموقف العربي والإسلامي الذي لا يفعل ما يلزم وما يتوجب عليه من ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتغير موقفها الكل يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الرئيس لإسرائيل لكن الذي يدعم هذا الموقف والتخاذل العربي والإسلامي فوجود هرتسو بالأمس أعطى رسالة تكاد تكون أن إسرائيل طليقة اليد وأننا نحن في عرب ومسلمون علينا فقط الشجب والاستنكار وأنتم أكموا هذه المهمة التي بدأتموها في السابع من أكتوبر لو كان هناك موقف جدي لما سمح الرؤساء العرب والمسلمون بهذه الصورة الشهيرة التي خرجت بالأمس على وسائل الإعلام أنا لا أعلم لا أفهم إذا كان هؤلاء الرؤساء يتابعون أو أنهم في عالم آخر اليوم كانت صورة الطفلة التي تنزف وعلى عيونها ضماضات يعني هذه لو كانت إسرائيلية ونشرت في الإعلام الغربي أعتقد أنها ستحرك جيوشا فما بعض العرب والمسلمين لم يتحرك منهم أحد في إطار مقاطعة في إطار فتح معبر في إطار إخلاء جرحة في إطار إنساني حتى الجانب الإنساني العرب والأنظمة العربية والأنظمة الإسلامية لم تتحرك بما يلزم وضحت هذه الفكرة وفتح معبر رفع نعم باتجاه إخلاء الجرحة باتجاه وضحت هذه الفكرة دكتور محمد تفضل وبالتالي ماذا على أي حال أرجو أن تبقى معنا دكتور محمد أتحول إليك بسؤال من جديد أستاذ محمد من شانش ضيفي من إسطنبول يعني مع هذا الإصرار من قبل الاحتلال على تدمير قطاع غزة في مقابل الرفض الدولي المتصاعد كيف ستغير غزة قواعد اللعبة السياسية العالمية بأكملها أستاذ محمد لا هي ليست كيف ستغير هي غيرت فعلا الصمود الأسطوري الذي أبداه أهلنا في قطاع غزة رغم الألم الشديد ورغم الدماء التي تسيل ورغم المجازل ورغم عشرات الأطنان آلاف الأطنان التي ألقيت على غزة من القنابل التي تفوق القنابل النووية قدرة رغم كل هذا إلا أن الشعب لا زال متمسكاً بأرضه رغم الإجرام الذي مارسه الكيان في شمال قطاع غزة إلا أن كل أهالي غزة معظمهم في شمال لا زالوا في أماكنهم وفي بيوتهم اليوم الاحتلال كان قد ألقى منشورات على خان يونس وطلب منهم أنه يروحوا ينزحوا باتجاه رفح باعتبارها منطقة قتال كان الرد الفعل أنه الأهالي أعلنوا بقاهم في مكانهم ولم يغادر إلا عدد بسيط جداً من أهالي خان يونس حتى يوصلوا هذه الرسالة هذا الصمود الأسطوري من أبناء الشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة غير كل المعطيات في العالم يعني ما عادت قدرة العالم على تمرير المخططات وتحديداً في موضوع التهجير اليوم لكل الوسائل الإعلام تتكلم عن موضوع التهجير الذي أفشل هذا المخطط حقيقةً هو الشعب الفلسطيني الصمود اللي أبداه أهلنا في قطاع غزة هو الذي أفشل هذا المخطط والذي سيفشله إن شاء الله بشكل أوضح عندما يعني ينجلي غبار هذه المعركة كيف أن هذا الشعب رغم كل هذا الألم إلا أنه صمد في بيوته ولم يغادر هذا العنوان الأول العنوان الثاني الحقيقة الذي يفشل هذا الأمر الحراكي لموجود تبدل المزاج الغربي الذي أيضاً هو سبب له صمود الشعب الفلسطيني التبدل في المزاج الغربي الذي جرى لأنه العالم يعني يشاهد حجم الإجرام الذي يجري حجم المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني العالم شاهد هذا وبالتالي نشوفنا كبريات المظاهرات في العالم الغربي كانت في أمريكا وكانت في بريطانيا هذه أدت إلى سقوط وزيرة الداخلية البريطانية لأنها مست في المظاهرات ولأنها لم تعبر بشكل صحيح عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي سبب هذا التغيير هو أيضاً الصمود الأسطوري الذي أبداه شعبنا في غزة والذي أوصل هذه الرسالة للعالم ما الذي يدفع هذا الشعب لهذا الصمود لو لأنه صاحب حق ما الذي يجعله يبدي هذه التضحيات الكبيرة لو لأنه صاحب حق هذا الأمر هو الذي يتم داوله الآن في العالم الغربي بل حتى موضوع قراءة القرآن وانتشار الإسلام أيضاً سببه الشعب الفلسطيني في غزة هذا الشعب المجاهل الصابر المحتسد كل هذه العناوين حقيقة غزة استطاعت أن تغير من قواعد اللعبة بكليتها حتى الأمم المتحدة اليوم العالم كله محرج جداً العالم الغربي اليوم يعتقد أنه فشل إنسانياً وفشلت كل القوانين الدولية في صيانة القرارات أو القوانين التي تعاهدت عليها هذه الأمم فرنسا شفنا كيف تغير موقفها بسبب ما يجري في غزة من إجرام وبسبب ما أوصلته من رسائل غزة للعالم كله الحقيقة أننا اليوم هذا المشهد الذي يجب أن نكرسه أكثر وأكثر أن العالم فشل في هذا الاختبار الإنساني وأنه يجب أن يحترم قراراته وأنه يجب أن يوقف ويلجم هذا الكيان لأنه لا يجب أن يشعر هذا الكيان أنه دولة فوق القانون وأن العالم لن يغفر لأي دولة يمكن أن تتساهل مع هذا الكيان ونحن سنشاهد كيف هذا الأمر سينعكس على حتى على الولايات المتحدة لكل شاهد كيف أنه هناك بدأت تخرج أصوات من داخل الكونغرس في عدم إطلاق يد الكيان الصيوني في أن يقتل الشعب الفلسطيني شاهدنا كيف أنه أكثر من عشرين من كبار موظفي وزارة الخارجية الأمريكية كيف طلبوا مقابلة بايدل لأن هذا الأمر بدأ يوثر على صورة أمريكا في العالم وأن هناك شعور بأن هناك انحياز مطلق للكيان الصيوني كل هذه العناوين التي غيرها هي غزة هي التي غيرت هذه القواعد صمود شعبنا في غزة ثباتهم إصرارهم مقاومتهم هذا الذي جعل كل معادلات العالم تتغير أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ محمد الشينش من جديد إليك أستاذ حسان يعني إلى أي مدى اكتشف العالم أن التنميط للمقاومة في غزة كان سلبيا مع كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة يعني نحن شاهدنا نماذج المختلفة ما بين كيفية تعامل المقاومة مع الأسرى وكيف يتعامل الاحتلال مع المفرج عنهم من القصر الفلسطينيين تفضل أستاذ حسان الخسارة الإسرائيلية هي خسارة استراتيجية المشهد الإسرائيلي أو الصهيوني الذي كان يعيش على شعار المظلومية أن الشعب اليهودي تم تعذيبه وقتله وحرقه في الأفران وترضه من أراضيه أياما الدولة النازية في ألمانيا هذا المشهد تغير الآن تبين أن هذا الكيام المعتصف للأرض الفلسطينية المعتدي على الشعب الفلسطيني والشعب العربي يقوم بممارسات عجزة النازيون عن ممارستها من قتل الشعب البريء من تدمير القرى والمدن من تهجير الشعب الفلسطيني من قتل الأطفال والنساء والشيوخ من تعذيب الأسرة مشهد الأسرة الآن هو مشهد متماقب الأسير لدى الفصائد المقاومة في غزة يخرج معززا مكرما محترما والأسير الذي موجود في سجن في إسرائيل يخرج معذبا مهانا حتى أنه مصاب بإصابات بالقة وبعضهم قد توفي هناك سبع حالات أو ثمانية حالات وفاة خلال شهرين إذن مشهد إسرائيل التي كانت تقدم نفسها للعالم بأسره على أنها كيان عاش الظلم والقهر طوال سنوات خلال مطلع القرن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر تغيرت كليا لذلك ما نراه الآن من مظاهرات في المجتمع الغربي هي دليل تغير المزاج بنتيجة فهم الواقع الحقيقي نتيجة أن كل مواطن فلسطيني الآن أصبح مراستل كان الإعلام في السابق المحكوم من الكيان الصهيوني والمافيا الصهيونية في العالم التي تمسك بزمام الإعلام ترينا ما تريد بعض الصور بعض المشاهد سواء كانت تلفزيونية أو كانت صور ثابتة الآن كل هاتف لدى أي مواطن فلسطيني في منطقة غزة حتى لا ننسى الضفة الغربية أيضا وما تعانيه منذ أشهر ما هذه المشاهد العالم بأسره يراها من قتل الأطفال وخاصة الطفلين الذين قتلوا بدم بارد منذ أيام في جنين هذا المشهد أثر سلبا على إسرائيل كشف حقيقة ثقافتها حقيقة التزامها السياسي والديني والقانوني أيضا لذلك هذا التغير في المزاج سببه هذه المشاهد وقدرة الشعب الفلسطيني كما ذكر زميلة على الصمود والتحدي والتصدي والهجوم على جنود هذا الكيان لتصوير ما يقوم به من ارتكابات وتصوير الضحايا الأبرياء الذين يسقطون نتيجة هذه الهجمة العدوانية إذن إسرائيل خسرتها استراتيجية ولكن يجب الاستثمار فيها أيضا من هذه الناحية يجب وقف التطبيع وضحت الفكرة أستاذ حسان يجب استثمار هذه الأحداث دكتور محمد الأستاذ حسان يرى بضرورة استثمار هذه الأحداث هذه المشاهد الدامية التي يتعرض لها أهلنا في غزة وتقديمها للرأي العام العالمي لكن هل توقف الهدى القصيرة الحرب دكتور محمد جميل ودعني أسألك السؤال بصيغة أخرى يعني غياب تطبيق القانون الدولي واحترام حقوق وحماية المدنيين كيف أسهم بالوصول إلى هذه الحصيلة القاسية من عدد الضحايا تفضل طبعا شعور إسرائيل دائما هذه قوة الاحتلال منذ عقود بأنها فوق القانون الدولي لدعم من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وجدت نفسها طريقة لتركب ما تشاء من جرائم تصحيح الأمور أن ما يحدث هو وديد السابع من أكتوبر هذا خاض ما يحدث في الأراضي الفلسطينية يعود إلى عقود سابقة لسابع من أكتوبر هذا الإجرام الإسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية معروف وموثق في الأمم المتحدة وبتقارير لجام رسمية جولدستون وغيره إلا أن ما جعل إسرائيل تتهادى في كل حرب تشنها على قطاع غزة بأن هناك حالة من الإفلات من الحقاب لا يوجد جهة قضائية تلاحظ لا يوجد جهة سياسية تقول لإسرائيل فأوقف هذا الجنون أنا لا أفهم إلى متى سنبقى نستثمر في دماء الجمم أو نقول يجب أن نستثمر وإجب أن ما يتوجب حاله هو وقف هذا الجنون وقف سفك الدماء هذه دماء بشر مصاوية لأي دم في أمريكا في فريطانيا في العالم الغربي الأنظمة المشكلة أن المجتمع الدولي الإنساني الشعوب التقطت رسالة غزة كانوا بالنسبة لغزة سلوان وبلسم لجراحهم عبر هذا التضامن إلا أن للأسف الشديد الأنظمة العربية والإسلام تلتقط رسالة غزة تجد معبر رفح مشدد الحصار لا يفتح إلا بإذن إسرائيلي حتى فيه في ظل الهدن كان يجب أن يستغل معبر رفح لإخلاء الجرحة عشرات فقط الذين خرجوا كان يجب أن يستغل لإدخال الفرق الطبية لإدخال المعونات الطبية التي دخلت بالحد الأدنى هذا وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع فالقانون الدور الإنساني أصبح الحديث عنه مدعال السخرية ومدعال الضحك المحكمة الجنائية الدولية كان يجب أن تكون بواجباتها قبل السابع من أكتوبر هناك ملف واضح ملف الاستيطان على الأقل لا أريد أن أقول عن ملف قتل الناس وقتل الأطفال الذي في كل عام استشهد أكثر من 300 إنسان في الضفة الغربية هذا عدل خروب الذي شدتها إسرائيل على قطاع منهم نساء وأطفال وكل هذه الملفات موجودة منذ حزيران 2014 على مكتب الإدعاء العام وحتى اللحظة لم يتحرك في أوكرانيا خلال شهرين تخيل خلال شهرين أصدر مذكرة كريم خام بحق رئيس دولة عظمى قوة نووية لماذا؟ لأن الأمريكان لأن الغرب لأن أجهزة الاستخبارات تريد منه أن يطعل لأنها تريد منهم أن يفعلوا ذلك وتدعم هذا المخضر ولا تريده أن يفعل ذلك في مواجهة العصابات الإسرائيلية في هذا المجرم من كميره وضحت هذه الفكرة أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور محمد جميل من جديد إليك أستاذ محمد مشين الشعني الدكتور محمد جميل يقول لقد استطاعت الشعوب الغربية أن تلتقط رسالة غزة لكن أنظمتها لتزال تغض الطرف والقلب معا السؤال هنا رغم هذه الفاتورة القاسية التي دفعتها غزة ولا تزال تدفعها فلسطين كل فلسطين إلى أي مدى يستشعر الفلسطينيون الثقة في النفس بعد أن أعادوا القضية الفلسطينية إلى الواجهة؟ يعني بلا شك أن النضال الشعب الفلسطيني الذي بدأ منذ أكثر من مئة عام بالاحتلال البريطاني لا شك أنه اليوم قبل 7 أكتوبر حقيقة هذه واضح كانت للعالم كله أن القضية الفلسطينية لم تكن على سلة مولويات كل قادمة المنطقة وبالتالي كان هناك حالة تهميش حقيقية للقضية الفلسطينية ودليل ذلك أنه إرهاصات هذه المعركة كانت قد سبقت ذلك كانت كل القوى المقاومة والقادة الفلسطينيين يصرحون أن هناك مشكلة كبيرة في التعاطي في ملف المقدسات الإسلامية والمسيحية حتى كان هناك تعاطي مع ملف الأسرة وأن هناك تهديد حقيقي للأسرة الفلسطينيين وأن بن كفير كان يريد أن يسن قانون لأجل إعدام الأسرة كان هناك تصعيد كبير في موضوع الاستيطام في الضفة كان هناك إهمال شديد جداً رغم المعاناة الكبيرة على قطاع غزة في الحصار الظالم الذي عمره أكثر من 16 سنة كل هذه العناوين حقيقة لم تكن تطرق وكان هناك آذان صماء على هذا الملفات الرئيسية التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني من جراء الاحتلال الحقيقة أن 7 أكتوبر أرسى عنوين جديدة وجعل إعادة القضية الفلسطينية على سلة مولويات كل قادة المنطقة وحتى العالم يعني اليوم زيارات المكوكية لبلينكين زيارات البريطانيين الفرنسيين الألمان الروس الصينيين كل العالم بدأ يتحرك لأن هناك حدث كبير في المنطقة للأسف هناك عدد كبير منهم منحازين للكيان الصين نحن نشاهد هذه الخطابات وعلى رأسها الولايات المتحدة ولكن هناك تغيير حقيقي في المزاج نحن شفنا كيف على مستوى الأمم المتحدة لم تنجح الولايات المتحدة في تمرير القرارات التي كانت تريد أن تدين المقاومة وتدين حركة حماس تحديداً 120 دولة وقفت ضد هذا القرار وبالتالي التغيير حقيقي ربما الفاتورة التي دفعها الشعب الفلسطيني باهظة الثمن دماء أشلاء دمار تهجير وضع صعب حالة إنسانية شديدة ولكن بالمقابل كان هناك موت بطيء للشعب الفلسطيني وتحديداً في قطاع غزة الذي يعاني من هذا الحصار الظالم على مدى 17 عاماً اليوم بدأ العالم يتحدث عن ضرورة حل هذه القضية ويعادة موضوع الاتفاقات الدولية التي يجب أن تنفذ وأن هناك شعب فلسطيني يجب أن يأخذ حقوقه لذل الأسف العالم لم يعد يلتفت كثيراً إلى ما ذكره قبل قليل الدكتور محمد في موضوع القوانين الدولية والاتفاقيات والقانون الإنسان الدولي أنا أقول لك أستاذنا الكريم أنه بعد هذه المعركة الحقيقة من الذي يستطيع أن يتحدث أن هناك قانون دولي أو قانون إنساني يجب أن يلتج له أو حتى هناك أمم المتحدة يمكن أن يلتجها يعني بصريح العبارة من الذي سيمنع دولة مثل روسيا أن تبطش بدولة أوكرانيا مثلاً وأن تستخدم معها كل أنواع الأسلحة من الذي سيمنعها لأنه رد بسيط جداً من روسيا أو غاية دولة أخرى تريد أن تعتدي أو تمارس يعني تستخدم معها القوة الغاشمة المفرطة سترد عليه بشكل بسيط ماذا فعلتم لغزة عندما تم استهدافها من الكيان الصيوني لم يكن لا يستطيع أحد أن يجيبه وبالتالي حصل هناك خلل كبير في هذه الموازين الدولية وأظن أنه القادم بلا شك رغم الدماء التي سالت ورغم معزة هذه الدماء ورغم الألم الكبير على أهلنا ولكن نعم حدث شيء كبير جداً في المعادلة الدولية وهذا الفضل لهذا الشعب البطل المجاهد وتحديداً أهلنا في قطاع غزة قبل مؤصلة حوارنا نقف قليلاً مشاهدين مع تقرير الانفوغرافيك التالي الذي يظهر الفرق بين أخلاق المقاومة الفلسطينية وإرهاب الاحتلال الصهيوني في تعامل مع المحتجزين والأسرة موسيقى مظل شوالة سجن تقدر يطويش فيه المعتقلات عوفر مجدو قلبتنا سالف مش معتقلات ارفع ارفع كولا ارفع ايوه ارفع كولا نو تعمل تعمل موسيقى 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 بعد خمسة وخمسين يوما من الحرب الغاشمة المتواصلة والتي تخضها اسرائيل ضد المدنيين العزل في قطاع غزة تستمر تغطيتنا أعزائنا المشاهدين في كل مكان وأعود بالسؤال إليك الآن أستاذ حسان ماذا عن أمريكا؟ إلى أي مدى نقترب من إعلان وقوفها على الحياد أو في المنتصف بين الطرفين على الأقل؟ خصوصا بعد أن اضطرت إلى الاتصال بحلفائها التقليديين مخافة فقدان السيطرة على غزة بداية دعني أوضح كلمة استثمار من زميل يبدو أسفاء فهمي عندما تحدثت عن الاستثمار استثمار في تغير المزاج الغربي والدولي وليس في الدماء الفلسطينية الدماء الفلسطينية الدماء العربية الدماء الاستثمارية هي أغلب كثير من الاستثمار بها ولكن يجب أن ندرس ماذا يجري في الغرب الآن من مظاهرات من مسيرات من تبدل في هذا المزاج ويجب البناء عليه والمتابعة مع وسائل الإعلام الغربية مع الجمهور الغربي مع الجمعيات مع المؤسسات لترسيخ هذا الفهم لكن للتوضيح ما تفضل به الأستاذ محمد كان يقصد به الاستثمار بما يخدم القضية الفلسطينية ويعود بالنفع على أهالي قطاع غزة المدنيين الذين يذوقون الويلات لا أن يستثمره أو أن يستغله أحد لمصلحة ما شخصية مثلا هذا ما وصلني من ما تفضل بطرحه تفضل أكمل أستاذ حسان نعم الآن لا يمكن أن نعول على موقف أوليات المتحدة الأمريكية بأنها سوف تغير سياساتها أوليات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تعتبر أن أمن إسرائيل هو أولوية بالنسبة إليها ولذلك شاهدنا عقب معكة 7 أكتوبر 2021 جاءت الأساطير الغربية وخاصة الأمريكية إلى البحر المتوسط تطول البحر الأحمر وأرسل ألفين جندي أمريكي من القوات الخاصة وأرسل أيضا بعض الجنرالات والضباط لتدعيم القرارات الإسرائيلية والإشراف على الهجمات الإسرائيلية ودراسة مخططاتها لذلك الإسرائيل هي كيان له أولوية الأمن الغربي هناك حفاظ على هذا الكيان على وجوده وعلى دوره ولكن الآن بدأ الكل يشهر وخاصة في الولايات المتحدة أن هذا الكيان أصبح عبئا بعد أن كان يقدم نفسه على أنه ضابط إيقاع في منطقة الشرق الأوسط وأنه القوة الإقليمية التي لا تقهر وأن ذراعه طويلة وأنه قادر على تغيير المعادلات في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا عسكريا واقتصاديا أيضا وحتى سياسيا سنوات طويلة اشتغلت المتحدة الأمريكية على ترسيخ مفهوم التطبيع وعلى أهمية التطبيع وأن التطبيع هو البديل الموضوعي للصراع مع هذا الكيان أصبح الآن هذا الكلام غير مقبول ومرفوض أيضا ثم هناك شيء يجب أن نلاحظه ونؤكد عليه هو ازدواجية المعايير ازدواجية المعايير موجودة عن جميع الدول مع الأسف الشديد في سوريا عندما قامت إيران وروسيا بقتل الشعب السوري وتدمير المدن والقرى وتهجيرها 11 مليون مواطن سوري تم تهجيرهم وتم تدمير الكنائس والمساجد والمدارس لم يتحرك المجتمع الدولي ولم تتحرك المحكمة الجنائية الآن نفس المشهد في فلسطين وإسرائيل تعول على هذا المشهد أيضا بأن ما تم تجاهله في سوريا يمكن تجاهله أيضا في فلسطين هذا الواقع غير مقبول لا في فلسطين ولا في سوريا أيضا والموقف الروسي كما الموقف الإيراني لا يغير شيئا لأنه تماما مماثل للمشهد الأمريكي لذلك نحن لا يجب أن نعول على التغيير الأمريكي حقيقي إنما سيكون هناك بعض التعديل في السياسات في بعض المواقف وفي تقديم المساعدات لتبرير ما جرى أو لتغطية الأحداث الثلاثين نعم كسبا للوقت أرجو من السدى ضيوف توضيح وجهات نظرهم تجاه الأسئلة يعني باختصار لنأتي على يعني الكثير من التفاصيل من جديد إليك دكتور محمد جميل يعني في مؤتمره الصحفي الختامي أكد بلينكين طلبه من إسرائيل ألا تكرر ما فعلته في شمال غزة ألا تكرره في جنوبها السؤال هنا إلى أي مدى تبدو غزة أمام أزمة إنسانية أقسى ما الحلول المقترحة هنا أمام المنظمات الأممية تفضل هذا التصريح يعني يعبر عن ورطة الملايات المتحدة الأمريكية التي تورطت في البداية في هذه الحرب ولن تغسلها كل مياه الدنيا من الجرائم التي تورطت بها يحاول أن ينزل عن الشجرة يحاول أن ينقى بنفسه عن الجرائم التي ترتكب باسم الولايات المتحدة الأمريكية وباسم الأرض وشاهدت وزير الدفاع في المؤتمر الصحفي عندما رد عليه نشكرك على دعمك لنا في هذه الحرب ونشكر دعمك على استمرارنا في يعني غصبا عنكم أنتم معنا معنا ما في تقول أنه تحترموا القانون الدولي الإنساني ولا ترتكبوا ما تكتبوا في الشمال وهو اعتراض ضمني بالجرائم التي ارتكبت في الشمال الولايات المتحدة الأمريكية في مأذة شديد لا يوجد أي حلول إلا حل واحد أن يخرج رئيسهم هذا المجرب ويعلن أن على إسرائيل أن توقف هذه الحرب الظالمة وإذا كان هناك قانون دولي إنساني أو بقية من هذا القانون لنجد محاسبة هؤلاء في المحاكمة المعتبرة مثل المحكمة العدل الدولية إذا تجرأت دولة وقدمت قضية في مسألة الجبادة الجنائية أمام محكمة العدل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية في الملفات المقدمة التي قدمت عن الحرب الحالية في قطاع غزة لأن البريطانيين والأمريكان وجميع الذين أرسلوا الأسلحة والذين قدموا التصريحات الدعم المعنى وكلهم مشاركون وفاعلون في هذه الحرب نعم أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور محمد جميل من جديد إليك أستاذ محمد مشينش يعني بعد خمسة وخمسين يوما من الحرب التي لا تزال توصلها إسرائيل بحق المدنيين العزل في قطاع غزة هناك من يرى أن هذه الحرب أثبتت فشل السلطة الفلسطينية في تمثيل الكل الفلسطيني السؤال هنا هل هناك اتفاق في الشارع اليوم على إيجاد مثلا من يمثل الفلسطينيين أو جبهة جديدة للفلسطينيين في الداخل والخارج هل هناك شيء من هذا القبيل؟ يعني الحقيقة هذا المعضلة التي تعيشها قضية فلسطين بشكل كبير جدا لأن الكل يعلم أن هناك في عام 1993 كان هناك اتفاق أوسلو المشؤوم الذي أدى إلى عمل إنشطار طولي في الفكر الفلسطيني كله أو في مشروع النضالي الفلسطيني وبالتالي خلق لنا أجواء سلبية جدا أدت إلى ما يمكن اعتباره وانقسام في التوجهات فهناك مشروع مقاوم ومطروح على الطاولة وهو الآن يخوض هذه المعركة ونشاهده كيف يتوسع وينتشر وموجود في كل البقعة من بقاع فلسطين يعني إحنا لا يمكن أن نهمل الجهد الكبير الذي تبذله الضفة الغربية والقدس في هذه المنازلة الكوبا رغم كل الإجراءات الصعبة التي تمارسها السلطة الفلسطينية على أهلنا في الضفة الغربية ومنعهم من الاشتراك في هذه المقام بس إحنا نشوف مثلا في القدس العملية لا تتوقف السبب أنه لا يوجد هناك سلطة بمعنى أنه اليوم الشعب الفلسطيني ذاهب باتجاه تحديد من يمثله بمعنى أنه اليوم مشروع التسوية أو مشروع أوسلو انحسر كثيرا مش بس انحسر على مستوى الفكري أو الإديولوجي لأنه لم يعد له قبول بل حتى الاحتلال نفسه رفض هذه الفكرة واليوم هو ما عاد يتكلم حتى بحقوق الشعب الفلسطيني نهيك أنه لا يعترف بهم كبشر رح نشوفنا كيف أنه وزير الدفاع كان نعت الفلسطينيين بحيوانات بشرية وهذا الأمر بصراحة يشير بشكل قاطع إلى أنه كيف توجهات هذا الاحتلال من الذي اليوم يقبل أنه نفوت باتفاقيات سلام مع هذا الاحتلال الذي يقصف ويقتل أبناء شعبنا مش بس في غزة حتى في الضنفة الغربية الممثل الذي تجمع عليه اليوم الأمة كلها مش بس الفلسطينيين تجمع عليه الأمة كلها هي المقاومة الفلسطينية وأنا اسمح لي بمثل بسيط جدا أذكره يوم القمة العربية والإسلامية التي جرت قبل فترة بسيطة كان هناك بيان ختامي وبنفس اليوم كان في بيان للقسام لأبو عبيدة هل الأمة كانت تنتظر بيان يصدر من كل زعماء وقادد الدول العربية والإسلامية اللي هم تسعة وخمسين دولي كان ولا كانوا ينتظروا خطاب المقاومة وخطاب أبو عبيدة الواضح الأمر أنه كان هناك انتظار من الجميع لخطاب أبو عبيدة الناطق باسم القسام بمعنى أن هناك حالة تأييد شعبي عارم ليس فقط على مستوى فلسطين بل حتى على مستوى الأمة السلطة اليوم مدعوة لاستثمار هذه الفلصة وترك ولفظ أوسلو وإلقاء هذا الاتفاق بوجه الاحتلال والانخراط مع شعب الفلسطيني في هذه المواجهة حتى نعيب لحمتنا كفلسطينيين باتجاه واحد وهو مقاومة الاحتلال وتفعيل الضفة الغربية والقدس لأن هذه الخاصرة الضعيفة للعدو وهي التي يحقق فيه النكاية وهي التي ممكن أن تقود المشروع الوطني الفلسطيني بكليته لو أنها فعلا انخرطت في مشروع المقامة والتحرير سيد حسان بلينكين تحدث من جديد أنه لا يمكن أن تبقى حركة حماس مسيطرة على قطاع غزة ويمكن لها أن تسلم سلاحها وقادتها المسؤولين عن أحداث السابعة من أكتوبر 21 الماضي وفق تعبيره طبعا السؤال هنا هل يبدو هذا السيناريو مثلا منطقيا أو قابلا للعرض على أرض الواقع بداية نسمح لي أن أوضح شيئا نحن نواجه مشروع ديني مشروع ديني صهيوني يعتمد إلى مخصوص دينية ويقوم على تأسيس بعض المفردات الدينية على أرض الواقع لذلك أي معاهدة أو تفاهم أو اتفاق أو هدنة مع هذا الكيان إنما هي معقتة عندما يشعر أن يده ضعيفة يتوقف ويطلب الهدنة أو يخوض معك بعض المفاوضات مثل اتفاق أسلو عندما تم اتفاق أسلو كان هناك ثلاثون ألفا من المستوطنين في الضفة الغربية الآن تجاوز العدد ثمانمائة ألف إذن هناك عدم التزام بالاتفاقات عندما تشعر الإسرائيل أنها بحاجة لاتفاوض تدخل وتفاوض وتوقع وعندما تشعر أن يدها قوية ومطلقة تخرج على هذه الاتفاقات مشروع الذي تحدث عنه بلينكين بأن هناك إدارة جديدة لمنطقة قطاع غزة هذا صحيح هناك بحث في هذا الموضوع وهناك مفاوضات تجري الآن في الدوحة حول هذا الموضوع مقابل إعادة الإعمار هناك سياسة العصة والجزرة العصة هي القصف المتمادي تدمير المؤسسات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والجزرة هي إعادة الإعمار من يعيد إعمار آلاف المساكن التي دمرت من يعيد المواطنين الفلسطينيين إلى بيوتهم سواء في شمال القطاع أو في جنوبه أو في المناطق الأخرى هناك أيضا محاولة لتقديم قيادة جديدة لمنطقة غزة قد تقبل الولايات المتحدة بوجود ممثلين لحركة حماس في هذه القيادة ولكن تريد ضمانات بأن حركة حماس لن تعيد الكرة في الهجوم على هذا الكيان والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني وهناك اقتراح بوجود قوات دولية تفصل ما بين غزة والفلسطين المحتلة وأشار إلى هذا القيادة التركية عندما قلت أنها مستعدة للعب دور أمني في قطاع غزة وهذا يؤشر إلى هذا الموضوع وهناك وفد أمريكي يفاوض الآن في أنقرة حول هذا الموضوع إذن هناك معطيات جديدة على الأرض ولكن القصف والحرب التي تدمر الآن التي بدأت هذا اليوم إنما تهدف للضغط لتسهيل عملية التفاوض وللترسيخ المطالب الإسرائيلية ومطالب المتحدة باختصار لو سمحت دكتور محمد جميل ماذا عن مصير الدعاوة التي رفعت في المحكمة الجنائية الدولية هل يمكن بالفعل أن تنتصف للضحايا في غزة بعد هذه الفاتورة غير المسبوقة من الدم التي دفعت ولا تزال تدفع منذ أكثر من خمسة وخمسين يوم يعني دعني أن أقول لك دعني أن أكون متفائلا يعني أنا قلت من 2014 هناك دعاوة عديدة لو امتلك كريم خام الإرادة القانونية وليست السياسية وامتلك إرادة سياسية فيما يتعلق بأوكرانيا نحن نريد أن يمتلك إرادة قانونية وفضائية لتحقيق الملسات التي عرضت معروضة أمامه ويبني على ما توصلت إليه ساتو بن سودا المدعية العامة السابقة وأنا أقول المحكمة الجنائية الدولية ليست المكان الصحيح للنظر في كل هذه الجرائم فلسطين تحتاج الآن إلى تأسيس محكمة خاصة أدهق على غرار المحاكم شكلت في رواندا ويوزنافيا السابقة للنظر في هذه الجرائم فلسطين بحاجة الآن إلى دولة شجاعة تذهب إلى محكمة العدل الدولية وتدعي على إسرائيل بتهمة جريمة ارتكاب الإبادة الجماعية وهذا متاح لكافة الزول التي هي طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والعقاب عليها لعام 1948 أنا لا أفهم لماذا لم تذهب تركيا لماذا لم تذهب الجزائر لماذا لم تذهب الكويت لماذا لم تذهب أندوليسيا لماذا لم تذهب ماليسيا وهنا أعطيك معلومة بسيطة فلسطين طبعا هي طرف اتفاقية منع الإبادة الجماعية والعقاب عليها منذ عام 2014 تحدثنا معهم وطلبنا منهم أن يذهبوا إلى المحكمة العدل الدولية لملاحقة إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية كما حدثت في قضايا أخرى لكنهم لم يذهبوا ومنعوا آخرين من الذهاب إلى هناك ماليسيا حاولت الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لأول مرة أقولها حاولت الذهاب إلى محكمة العدل الدولية للإدعاء على إسرائيل بطهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لكن أبو مازن والسلطة الفلسطينية منعوهم من ذلك بدعوة واهية وأسباب واهية لأنهم يحشون أن تقدم ضد فلسطين دعوة مقابلة بالإبادة الجماعية وهذا مثير للسخرية ومثير للضحك ولا يجد له أي سند لا في القانون ولا في الأدلة التي على أرض الواقع نكتفي بهذا القدر دكتور محمد نشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد جميل مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان ضيفي من لندن بعجالة لو تكرمت أستاذ محمد شينش يعني ماذا عن خيارات حماس المقامة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية على حد سواء في ظل كل محاولات وأداء المقامة الفلسطينية تفضل لا ليس جديدا الأمر بس أنا دعني سريعا أوضح الكلام المهم الذي ذكره الدكتور محمد قبل قليل في أن محكمة العدل الدولية تحتاج إلى دول لكي تتقدم في الدعاوة وهو ما كان يتحدث عنه بس حتى يكون المشاهد واعيا لما يجري هذا لا يقلل من شأن محكمة الجنايات الدولية يمكن لأفراد أن يرفعوا ضد أفراد من قادة الكيام الصهيوني وهو أيضا مهم في العمل حتى يكبلوا قادة الكيام من الحراك حول العالم الأهم منها هو ما ذكروا من أن يكون كدول ترفع قضايا ضد ما يسمى بالكيام الصهيوني كدولة معترفة فيها في الأمم المتحدة حتى يتم حاكمتها على الجرامل التي تقوم بها في غزة وضحت هذه الفكرة ماذا عن مستقبل المقاومة في غزة؟ نعم خيارات المقاومة أنا أقول لك هي خيارات مفتوحة لسبب بسيط أن هذا المشروع هذه المقاومة متجذرة عند الشعب الفلسطيني حتى أن قاتل احتلال ما طرحوه في البداية ولم يعد ما يطرحوه اليوم حتى قاتل الولايات المتحدة ما طرحوه في البداية لم يكن ما يطرحوه اليوم لماذا؟ لأن الواقع يفرض نفسه هذه المقاومة متجذرة لدى الشعب الفلسطيني منتشرة في كل أرجاء الوطن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة المقاومة في غزة هي في الضفة هي في القدس هي في الثانية وربعين هي في الخارج هي نفس المقاومة وبالتالي شعبنا واحد ولا يمكن تفريقه والمقاومة واحدة ولا يمكن تفريقه لذلك أنا أقول أن خيارات المقاومة مفتوحة وهي مستمرة حتى التحرير والعودة إن شاء الله شكرا جزيلا لك رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا كنت معنا عبر اسكايب من إسطنبول السيد محمد مشيني شكرا جزيلا لك كما أشكر الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات كنت معنا عبر اسكايب من بيروت مشاهدين بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية دائما وأبدا كونوا في أمان الله ونسأل الله أن نصرى لغزة وكل فلسطين وأوطاننا العربية الجريحة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة